يجب نكون عارف جملة الجملة بتتكون من ايه يعني اجزائها ايه الجملة بتتكون من وين year يسعى يعني فاعل وين year يعني فاعل يعني تكمله يبقى الجملة بتتكون من فاعل وفاعل وتكمله التكمله دي محلها اللي هو المفعول يبقى فاعل وفاعل ومفعول ب Bernuz دي كده الجملة الفرسامبل الجملة البسيطة خالص في الفرنسي ناخدها جزء جزء كده أول حاجة السوجي السوجي عبارة عن إيه اللي هو الفاعل ممكن يكون اسم أو ضمير لو كان اسم هيجي شكله إزاي ولو كان ضمير هيجي شكله إزاي لو كان اسم اللي هو النوم ممكن يكون اسم خاص أو اسم عام اسم خاص يعني خاص بشخص خاص بمدينة خاص بمكان اسم خاص زي أحمد سارة إيجيبت فرنس باري ده كده اسم خاص خاص بحد معين أو مكان معين أو حاجة معينة طيب يعني اسم عام يعني اسم عموما يعني ولد بنت امرأة مدرسة مدرس الولد ده ممكن يكون أي ولد البنت دي في بنات كتير المدرسة دي في مدرس كتير تبقى ده الاسم العام لجرسان لفاي لوباي ده كده بالنسبة للاسم ان الفاعل ممكن يكون اسم لو كان الفاعل ضمير في اللغة العربية ضمير يعني بيحل محل حاجة بالزبط هوك بنفس المعنى ضمير يعني هيحل محل الاسم اللي هيجي فاعل إذن هو اسمه ضمير فاعل ليه لأنه هيجي مكان الفاعل طيب ايه الضمائر الفاعل اللي عندي؟ الضمائر الفاعل هي يعني ايه الضمائر دي اول حاجة يعني أنا أنا اللي بتكلم عايز انا اقول الجملة مثلا بتقول انا احب اللغة الفرنسية انا يعني ايه يبقى جيم لفرنسي إذن أنا عرفت اكتب السجي السجي ده اللي هو الفاعل الفاعل اتفقنا انه هو ممكن يكون اسم او ضمير لو كان اسم فاقول احمد ايم لفرنسي احمد يحب اللغة الفرنسية لو كان ضمير او الضمير مثلا ممكن اقول انا مثلا احب اللغة الفرنسية فا جو ايم لفرنسي ده كده بالنسبة للفاعل يبقى جو انا ممكن تيجي جي ابوستروف لو جي بعدها بعدها بمبدوء بحرف فويل يعني ايه حرف فويل حرف فويل يعني حرف متحرك طيب ايه الحروف المتحركة الحروف المتحركة هي المتحرك ايه بالضبط ايه هي فاكرها ولا او ال او والاي والقوبرا حتى لو انت مش فاكر نتقوم بالفرنسي بس عارف نتقوم بالانجلش يعني مبدئيا كده تمام لحد ما نتعود عادي تمام الظبط واليه والأو والأو ومعينا حرف الической دي كده الحروف المتحركة اللي هي الفويال لاتر عندي حرف القش مش حرف متحرك لكني بعمله معاملة الحروف المتحركة ليه بعمله معاملة الحروف المتحركة حرف القش دايماً بيجي ملهوش أي صوت يعني الحروف الساكنة دي كده عرفنا أنه الحروف المتحركة إذا بقى الحروف اسمها الحروف الساكنة الحروف الساكنة عشان يطلع لها صوت في اللغة لازم يجي معاها حرف متحرك يظهرها لكن هي الوحدة كده ملهاش أي صوت ولا أي نطق والحروف المتحركة دي زي المد في اللغة العربية المد بالألف المد بالوا والماد بالي هي بالزبط نفس الفكر طيب عندي حرف القش ملهوش أي صوت حتى لو جي معاها حرف متحرك فإذا هو ملهوش صوت فأنا هعمله معاملة الحرف المتحرك ليه؟ دايما حرف القش لو لاحظت في كل الكلمات هتلاقي دايما بعده حرف حرف متحرك فأنا بعمله معاملة الصوت اللي بعده إذن لما بيجي في بداية كلمة لازم أجيب قبله لو كان فيه متحركين وراء بعض فهمت؟ يبقى نكمل بقى يبقى لو جي بعدها كلمة مبدوة بحرف يعني أنت بكلمك أنت فبقولك تو أنت إيل هو بتكلم عن واحد بتكلم عن حد أو عن حاجة عن واحد أو عن حاجة مذكرة هو إيل إيل يعني هي بالضبط بتكلم عن واحدة مؤنسة أو عن حاجة مؤنسة كلمة مؤنسة والكلمة دي مفرد يبقى الجي أنا التو أنت إيل هو الهي نو نحن نحن أنتم أمان يبقى الفرق ما بين النو والفو النو أنتم بتكلم عليكم إلا النو إحنا بتكلم علينا إحنا أنا ومعي مجموعة لكن بوجه لهم الكلام بقول عليهم أنتم بتكلم عليكم أنتم إيل يعني هم مجموعة مذكرة سواء كانت عاكل أو غير عاكل بقول عليهم هم بتكلم عليهم لأن هم لو كانوا قدامي كنت هقولهم أنتم لكن هم مش قدامي هم مش موجودين فبقول عليهم هم إل أفك إس يعني هن مجموعة مؤنسة سواء كان عاكل أو غير عاكل بقول عليهم هن بتكلم عنهم يبقى إذا في حاجة الضمائر دي بتنقسم كسمين كسم مفرد وكسم جمع المفرد الجو أنا شخص واحد بس التو أنت شخص واحد بس إيل وإل إيل هو وإل هي شخص واحد بس ضمائر المتكلم اللي هو الشخص اللي بيتكلم فمين اللي هيتكلم؟ أنا اللي بتكلم يبقى جو الجو ضمير متكلم طيب إيه تاني ضمير متكلم؟ النو النو ضمير متكلم ليه ضمير متكلم؟ لأن أنا ضمن المجموعة ذي فإذا أصبح النو ضمير متكلم بقول إحنا بتكلم عني أنا ومجموعي يبقى الجو والنو ضمير متكلم الجو للمفرد والنو للجمع تمام؟ تمام التو أنت أنا بوجه كلامي ليك أنت أنت قدامي وأنا بكلمك أنت يبقى إذن تو ضمير مخاطب أنا بخطبك بوجه لك الكلام يبقى تو ضمير مخاطب للمفرد ası ضمير مخاطب للجمع بوجه كلامي للمجموعة قدامي أنا مش مع المجموعة ذي لو كنت معاهم كان هيبقى نون لكن أنا مش معاهم أنا بوجه الكلام ليهم يبقى إذن فو ضمير مخاطب للجمع الإيل والإل ضمير غائب بتكلم عن حد مذكر يبقى إيل بتكلم عن حد مؤنس سواء عاكل أو غير عاكل يبقى إل ولو أنا هو مش غائب يعني لو هو كان حاضر قدامي كنت هوجه له الكلام فكان هيبقى تو لكن هو مش موجود أنا بتكلم عنه أو هو غير عاكل فأنا مش هوجه له كلام غير العاكل ما بتوجه لهش كلام فإذا الإيل والإل ضمير غائب للمفرد الإيل للمذكر والإل للمؤنس إيل لغك أس وإيل لغك أس ضمير غائب للجامعة بتكلم عن مجموعة مذكرة أو مجموعة مؤنسة كده دول اسمهم ضمائر الفاعل يبقى الفاعل ممكن يجي قسم وممكن نشين القسم ده ونحل محل ضمير تمام تمام كده تمام تمام الاسم بقى اللي هيجي مكان اللي هيجي في مكان الفاعل اللي هو موقعه فاعل الاسم ده لازم يكون حاجة من اتنين يا معرف يا ناكرة فيش كلمة في الفرنسيين فأتيجي الوحدة كده الكلمة الاسم تمام تمام الاسم ده ممكن يكون مسبوء بأداة معرفة أو أداة ناكرة يعني إيه أداة معرفة ويعني إيه أداة ناكرة أداة معرفة هي أداة بتعرف الكلمة بتبين إن أنا بتكلم عن حاجة معينة بقول القلم جميل أنا بتكلم عن الألم ده مش أي ألم مش بقول ألم جميل لأ أنا بتكلم عن الألم ده بالتحذيد فإذا أداة المعرفة هي بتعرف الكلمة بالضبط زي قال التعريف في اللغة العربية بس في اللغة العربية أداة واحدة بس في اللغة الفرنسية أربع أدوات إيه هما اللو وهي أداة ناكرة أداة معرفة بتسبق الاسم المفرد المذكر اللو أداة معرفة بتسبق الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن إيه هي الحروف الشاكنة أي حرف غير الحروف دول وطبعا غير القش لأن احنا بنتعامل مع القش معاملة الحروف المتحركة هو مش متحرك بنتعامل معاه معاملة الحروف المتحركة يبقى له أداة معرفة بتسبق الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن تاني أداة معرفة معايا اللا أداة معرفة بتسبق الاسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف ساكن يبقى لو المفرد المذكر اللا للمفرد المؤنس والاثنين لازم يكونوا مبدوئين بحرف ساكن تالت أداة المعرفة نعم تمام ترجمة نانسي قنقر يا أحمد أنت بتتكلم معي أنا ولا أداة المعرفة لو تسبقى الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن أداة المعرفة لا تسبقى الاسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف ساكن أداة المعرفة الأبوستروف بتسبقى الاسم المفرد سواء كان مذكر أو مؤنس لكن المبدوء بحرف حرف متحرك وعرفنا اي هي الحروف المتحركة طبعا قدات المعرفة الرابعة اللي اللي بتسبق الاسم الجامع سواء كان مذكر او مؤنس مبدوء بساكن او مبدوء بمتحرك طبعا مثلا المدرسة المدرسة اسم مفرد مؤنس لكنه مبدوء بحرف فجبنا قبله اداة المعرفة الصديق اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك جبنا قبله لابصرف لانه مبدوء بحرف فويل لجخصان الاولاد لفي البنات ده كده بالنسبة لأداة المعرفة في اللغة العربية في أداة للمعرفة ومفيش أداة للنكرة لكن في اللغة الفرنسية في أداة للنكرة الكلمة لو معرفة بيبقى فيها أداة مش معرفة بيبقى فيها أداة في اللغة العربية الكلمة معرفة فيها ألف و لام مش معرفة وبيبقاش فيها ألف و لام طيب ايه هي الأدوات اللي بتوضح ان الكلمة ناكرة يعني بتوضح ان انا بتكلم عن حاجة بشكل عام مش بشكل خاص او الأداة الان الان أداة ناكرة بتسبق الاسم المفرد المذكر سواء كان مبدوء بساكن او مبدوء بمتحرك أداة الناكرة ايكزون بالمثل أداة الناكرة التانية أداة الناكرة بتسبق الاسم المفرد المؤنس سواء كان مبدوء بساكن او مبدوء بمتحرك يتزون بالمثل ينفي ينمر ينيكل أداة الناكرة التانية هي أداة الناكرة دي بتسبق الاسم الجامع سواء كان مذكر او مؤنس مبدوء بساكن او مبدوء بمتحرك مثلا دي جرسون دي في دي مير دي 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 جرسون بالمثل دي جرسون بالمثل دي جرسون بالمثل لو كان اسم خاص مش هيكون مسبوء بأداة ناكرة أو أداة معرفة لو كان اسم عام هيكون مسبوء بأداة ناكرة وأداة معرفة اسم العام عشان أوضحنا بتكلم عن حاجة معينة ولا أي حاجة عموما لكن اسم الخاص خاصا هو خاص خلاص بحاجة معينة لسه مش هنكره أو هعرفه تاني حاجة بقى الفرب الفرب في الفرنسي لثلاث أشكال يعني ثلاث مجموعات أو المجموعة أو الشكل لو قم يغروب أو المجموعة المجموعة الأولى شكل الفرب فيها بيكون ازاي مصدر الفعل بيكون منتهي ب-o-r يبقى أي فرب منتهي بال-o-r بيكون مجموعة أولى تاني مجموعة لاتجزيام جروب بتكون منتهية ب-e-r أي فرب منتهي ب-e-r بيكون فعل ينتمي للمجموعة التانية لكن في بعض الأفعال بتنتمي بال-e-r لا تنتمي للمجموعة التانية وتنتمي للمجموعة التالتة يعني شازد عن القاضة وعلشان كده أنت لازم تكون عارف أفعال المجموعة التانية إيه كويس وعارف أفعال المجموعة التالتة إيه كويس هتعرفها إزاي لما بتحفظ كلمات اليونيتين اللي عندك أو الوحدة اللي عندك بتبقى عارف إذا كانت الفعل ده فعل مجموعة أولى ولا تانية ولا تالتة لكن إنت مش عارف وإنت بتحل ده هي لغبتك في الحل شوي فحنا من البداية كده يعني نحاول نبقى مركزين كويس في النقطة دي تمام جميل يبقى أفعال المجموعة الأولى بتنتهي بQR أفعال المجموعة التانية بتنتهي بER أفعال المجموعة التالتة نهايتها RU أو OER وزي ما اتفقنا بعض الأفعال اللي بتنتهي بER شازد عن المجموعة التانية تعتبر من أفعال المجموعة التالتة تمام مثلا عندك اكزمبل verb ايمي نهي تو او ار ده كده مجموع اي مجموع اول bravo verb ابت نهي تو ده نهي تو اي او ار مجموع اول bravo verb شوزي ده نهي تو اي اي ار مجموع اول bravo verb اتر نهي تو اي ار 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 مجموع اول bravo ار او مجموع اول bravo verb او او نهي تو اي ار او اي ار مجموع اول bravo او اي ار مجموع اول مجموع اول تمام كل فعل من دول كل مجموع من دول لها تصريف خاص بيها حسب الزمن اللي انا بتكلم فيه يعني اي حسب الزمن اللي انا بتكلم فيه يعني انا دلوقتي عايز اتكلم وعبر بكلام عن المدارع عن الحاضر يبقى هستخدم زمن المدارع عايز اتكلم عن حاجة حصلت وخلصت يبقى بتكلم عن الماضي عايز اتكلم عن حاجة لسه هتحصل يبقى هتكلم عن المستقبل يبقى الحدث بتاعي ممكن يكون في المدارع او في الماضي او في المستقبل اول زمن معنا هو المدارع ازاي اكون جملة في زمن المدارع احنا اتفقنا ان الجملة العادية بتتكون من ايه سجي فاعل فاعل تكمل بالزبط كده الفاعل احنا عرفنا ازاي هنحطه الفاعل بقى اتفقنا انه هو ثلاث مجموعات طيب انا عايز احط الفاعل بتاعي انا خلاص عرفت الفاعل بتاعي مجموعة كاب لو كان منتهي بقى او اغ ده مجموعة اولى منتهي بقى اي اغ مجموعة تانية منتهي بقى او اي اغ مجموعة تالتة طيب هصرف الفاعل بتاعي ازاي بقى في الزمن اللي انا هتكلم فيه في زمن المدارع اول حاجة لو كان الفاعل ينتمي للمجموعة الأولى يعني نهايته UR عشان أصرفه في زمن المدارة بحذف النهاية UR طمام مثلاً بإيميل عشان أصرفه في البرزان بحذف ال-UR تمام حذفت ال-UR هعمل إيه هنضيف للفعل نهايات المجموعة الأولى حسب الفاعل يعني إيه نهايات المجموعة الأولى حسب الفاعل يعني المجموعة الأولى عشان تتصرف في زمن المدارة بيها نهايات خاصة بيها حسب الفاعل يعني إيه يعني كل فاعل لنهاية خاصة بيه في الزمن بتاعه وفي الجروب بتاع الفاعل يعني أنا دلوقتي عندي الفاعل جو بضيف له النهاية UR ده دي النهاية الخاصة بالمجموعة الأولى للتصريف في زمن المدارة معي يبقى الجو النهاية بتاعته U التو النهاية بتاعته U S الإل أو ال النهاية بتاعتهم U النهاية بتاعته O N S ال V النهاية بتاعته U Z E L L S النهاية بتاعتهم O N T يبقى دلوقتي هعمل إيه في الفاعل هحزف النهاية بتاعته اللي هي UR أنا بتكلم على أفعال المجموعة الأولى فقط هحزف UR بعدين إيه الخطوة التانية هضيف النهاية حسب الفاعل لو أنا هصرف الفاعل مع الضمير جو يبقى هيكون تصريف الفاعل أنا بتكلم على أفعال بغب إيما هحزف ال UR ما الجو هضيف بعدين هحزفت ال UR هضيف النهاية إيه O Bravo هضيف النهاية O يبقى إيم Bravo جيم مع الضمير تو هضيف النهاية 抵 يا أس أوهز عبدا مع الضمير إيل أو الضمير إيل بده نهاية O O Bravo مع الضمير نو بده نهاية أقع مع الضمير إيلloc إيل naturale week إيه أوهزفنẻ يبقى ده كده تصريف فعل المجموعة الأولى في زمن المدارع اتفعنا إن لو كان الفرب مبدوء بحرف فويل يبقى نحول الجو لجي أبوستروف تمام تمام لكن لو كان الفرب مبدوء بحرف كونسون أو ساكن يبقى هسيب الجو زي ما هي جو تمام تمام ده كده تصريف فعل المجموعة الأولى في المدارع عندي فرب إيميل وفرب مانجي في قاعدة مهمة بتقول لو كان الفعل منتهي بأو إغ يعني من أفعال المجموعة الكامل أفعال المجموعة الأولى برافو لو كان الفعل منتهي بأو إغ وقبل الأو إغ في حرف الجي الجي اللي هو زي الجي في الإنجليش حرف الجي اللي هو ده عند التصريف الفعل مع الضمير نو قبل إضافة نهاية الضمير نو بنضيف حرف الأو يعني أنا عندي فرب مانجي لم هاجي أصرفه هحزف الأو إغ صرفته حسب الضمير اللي أنا عايزه اللي هو الفاعل هصرفه مع الضمير نو هحزف الأو إغ وهاجي أضيف النهاية أو إنس قبل ما أضيف النهاية أو إنس بضيف حرف الأو وبعدين بضيف النهاية O لكن معلاء الضمائر بصرفه عادي خالص التصريف المحفوظ حسب القاعدة تمام في قاعدة تمام بتقول لو كان الفعب منتهي ب-U-R وقبل ال-U-R وقبل ال-U-R في حرف الس لما يجي أصرفه مع الضمير نو بحاول حرف الس لستة دي ستة دي يعني س وفيها دي من تحت تمام تمام وقضي في النهاية بتاعتي تمام تمام كمان قاعدة بتقول لو كان الفعب مجموعة أولى يعني منتهي ب-U-R وقبل ال-U-R في حرف ال-Y زي verbe مثلا envoyer زي verbe envoyer في حرف ال-Y قبل النهاية O-R طبعاً أنا عنشان أصرفه أحزف النهاية O-R ما يجي أصرفه مع كل الدمائع بحاول الإجراج لحرف ال-I ودي في النهايات اللي أنا عايزها حسب الفاعل القاعدة بتقول إن أنا ممكن أحاول حرف الإجراج لحرف ال-I ممكن أسيبه زي ما هو تمام بس المشهور أكتر استخدامه إن الإجراج بتتحاول ل-I تمام في أي مشكلة لحدة دلوقتي لا تمام إن شاء الله يقول ما راح نعم أول مرة أحيش إنه برحش طبعاً نصره جاد تمام عايزيك بس تبدأ تهتم يعني المدة اللي باقية مش كبيرة ومش ومش يعني لا هي كبيرة ولا هي كويسة محتاجة شوية تركيز المنهج مش صعب للدرجة المنهج سهل جدا صدقني أسهل من منهج ثالثة إعدادي نفسه ثالثة إعدادي ياخدوا حاجات مش عندك فإنت بس محتاج شوية تركيز كده ومذاكرة واهتمام الدنيا تصبت معيك خالص يعني تمام تمام تصريف تصريفه بيكون مع الجو ما بحزفش الو اغ واضي في نهاية لا هو لي تصريف خاص بي التصريف ده محفوظ فلما صرفوا مع الجو هقول جو مع ت ت مع 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 ده كده تصريف بيكون خلي بالك اول ما تسمع كلمة ان الفعل شازد عن القعدة يبقى اعرف ان انت لازم تكون حافظه انا مش هضغط عليك في الفترة الباقية ان انا اخليك تحفظ اي فعل يقابلنا بس في حاجات افعال مهمة جدا هتلاقي استخدامها كتير قوي معاك فانت لازم تكون حافظه منهم ذيغب قال ليه تمام لازم تكون حافظ تصريفه كويس قوي ذيغب زي اي م تكون عارف معناه وشكله في المصدر بس يعني تكون حافظ النوع A-E-M-U-R أفعال المجموعة الأولى مريحة أنت بس تبقى حافظ الفعل نفسه هتعرف تصرفه لوحدك من غير كلام لكن الفعل زي ده أنت لازم تكون حافظه وحافظ تصريفه كويس حافظ شكل الفعل في المصدر بالمناسبة النهايات اللي بتكون في آخر الفعل دي نهاية الفعل بشكله في المصدر تمام من غير أي تصريف تمام تمام ندخل بقى على أفعال المجموعة التانية المجموعة التانية قلنا بتنتهي بإيه بإيه بتنتهي بإيه علشان أصرف أفعال المجموعة التانية بعمل إيه برضو المجموعة التانية بس مشكلتها حاجة واحدة بس أن أنت ممكن تتلغبط في الشبه ما بينها وما بين الأفعال اللي بتنتهي بإيه إيه وشازة عن المجموعة التانية فانت بتبقى عارف مجموعة الأفعال التانية دي وبتبقى عارف أن بعد كده غيرهم أي فعل لمجموعة تانية تمام تصريفها بيكون يزداد المجموعة التانية بنحذف ال-EL اللي هي النهاية وبنديس نهايات المجموعة التانية حسب الفاعل قلنا إن النهايات دي هي نهايات المجموعة التانية لتصريف الفاعل في زمن المدارع خلي بالك لأن كل زمن ليه تصريف خاص بيه وليه نهاية خاصة بيه تمام؟ تمام مع الضمير جو بدي في النهاية ES مع الضمير تو بدي في النهاية ES مع الضمير IL و L بدي في النهاية ET مع الضمير نو بدي في النهاية ESS ONS مع الضمير V بدي في النهاية ESS و Z مع الضمير IL و L بدي في النهاية ESS UNT تمام؟ ده كده نهايات المجموعة التانية وأعتقد أنت خلاص بالنسبة للمجموعة الأولى أعرفت إحنا هنمشي عن نظام إزاي هنحذف ال-ER بدي في النهاية ولو كان الضمير يعني أنا هعيز أصرف الفيرب مع الضمير جو لو كان الفعل مبدوء بحرف متحرك بأحذف ال-O و أضيف أبصرف طيب خلينا نشوف نعم؟ تصريف فعل من أفعيل المجموعة التانية verb فعل من أفعيل المجموعة التانية جو فني جو فني حرفنا الإير وضفنا النهائيات فرب بنير يعني يعاقب جبني تبني إيل بني نو بنسان فو بنسي إيل بنس ده كده بالنسبة لقاعدة المجموعة التانية لتصرفها في زمن المدارة المجموعة التالتة اللي ينهائتها إيه؟ قابل إيه أو أو إيه؟ بالضبط كده برافور المجموعة التالتة اللي نهائتها إيه أو أو إيه أو مجموعة الأفعال الشازة عن المجموعة التانية اللي بتنتهي بإيه إيه دول كلهم أي نهاية من دي في الفعل كلهم ما لهمش أي قاعدة سبتة في التصريف كل فعل ماشي لوحده بس هتلاقي كده في بعض الأفعال تصرفها يعني شبه بعض شوية إلى حد ما وإنت بتاخدها بس هامل هاش قاعدة إحنا عارفين أن هامل هاش قاعدة سبتة لكن تصرفها قريب من بعضها شوية مثلا إيجزامبل ذيغ بإتغ ذيغ بإتغ ده أهم يعني زي اسمك كده حفظه زي ما أنت حافظ اسمك ذيغ بإتغ يعني يكون إتغ وأفوار اللي اتنين أهم فعلين في اللغة الفرنسية إتغ يعني يكون وأفوار يعني يملك أو لديه أو عنده تصريف غير بإتغ مع الجو جسوي مع تو تيي الوس دي ده تصريف فعل دي مش نهاية ده ده الفعل ده شكل الفعل هو متصرف مع الإيل إلي مع النو نصوم لvous vous êtes إيل إلسان أفوار خلي بالك أنا لما باقي أقول إيل اللي هي أفك إس اللي بتاع الجام هي نطقها إيل لكن إحنا بنسميها يعني ده اسمها إيل أفك إس يعني إيل زائد إس أو إيل معها إس طبعا علشان نعرف نفرق ما بينها في النطق لأن النطقها نفس النطق المفرد فإحنا بنسميها إيل أفك إس وإيل أفك إس علشان نفرق ما بين المفرد بس بإيه ده بأفوار تصريفه ج تي إلا اتفعنا أن ده كده شكل الفعل دي مش نهاية ده شكل الفعل وهو متصرف تي إلا نوزا ده كده تصريف فعل من أفعيل المجموعة التالتة الحدد الوقتي في أي مشكلة؟ لا تمام تمام خلينا بقى خلي الفعل زو دميرين ده بعدين شوية نكون نشينا شوية في الدعم في الدعم عشان نبقى مستوعبين إحنا بنتكلم في إيه خلينا بقى نتكلم شوية عن المفعول اللي هو الجزء التالت من الجملة ده بس أنا مشكلة في الفعل ده شكرا لكم شكرا لكم إسمت اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بالنسبة بقى للمفعول المفعول عنزي ممكن يكون نوعين نعم ده اللي انا عايزيك تكون عارفة هو كاتب لك ثلاث انواع بس النوع الثالث ده مش هو لنا محتاجي دلوقتي انا محتاجة انك تكون عارف ان المفعول ممكن يكون مفعول مباشر ومفعول غير مباشر في عندك حاجة انت واضح قدامك الصفحة اللي هنفتحيها اه اه في عندك مفعول الظرفي عادي المفعول الظرفي هتشوف دلوقتي هو مقصول بايه فانا كل اللي عايزيك تبقى عارفه ان المفعول نوعين مفعول مباشر ومفعول غير مباشر يعني ايه مفعول مباشر ويعني ايه مفعول غير مباشر المفعول المباشر هو المفعول المبدوء الغير مبدوء بحرف جر يعني مفيش قبله حرف جر علشان تكون عارف المفعول المباشر لازم تكون عارف او حتى غير المباشر لازم تكون عارف ايه هي حروف القر بدقيا كده هعرفك كم حرف قر بس عشان تبقى مستوعب انا بتكلم في ايه حرف القر ممكن يكون ا ممكن يكون د ممكن يكون مثلا ا ممكن يكون د تمام ممكن يكون د خلي بالك ال او والد ما اسمهمش حروف جر قوي هي عبارة عن حرف جر زائد حاجة بس انا عايزاك تبقى اخد بالك ان الدول الشكل حرف جر يعني مؤقتا عشان تبقى فاهم ارا بتكلم في ايه يعني ال او ده حرف جر زائد حاجة كمان زائد ده ده تمعرف فلما عملنا لهم mix بقوا او تمام وحرف د ده حرف الجر د اللي هي الد دي ده حرف الجر د ده مع عادات المعرفة لو فعملنا لهم اضغام فبقوا د فانعايزاك بس تبقى شايف شكلهم دلوقت تمام بقى دول كده حروف ده اللي تحت دول اسمهم ادوات معرفة مضغمة تمام يبقى المفعول بتاعي نوعين نوع مباشر ونوع غير مباشر المفعول المباشر مفيش قبله اي حرف جر من دول او غيرهم بقى بس دول اغلب اللي احنا بنستخدمهم يعني يبقى المفعول للمباشر هو مفعول غير مسبوء بحرف جر ايكزومبل مثلا يل الشت يل هو الشت ده ذغب ذغب الشتي مجموعة اولى مصرفينه في زمن المدورة مع الضمير يل يبقى يل الشت ان ليف هو يشتري كتاب ان ليف الكلمة دي مبدوقة بحرف جر بالضبط الكلمة دي مبدوقة بادات ناكرة وادات الناكرة جزء من الكلمة بتبين اذا كانت الكلمة معرفة او ناكرة يعني هي جزء من الكلمة تمام تمام يبقى ده شكل المفعول غير المباشر المباشر ان ليف طيب المفعول ده شكل المفعول المباشر بخدام المفعول بقى غير المباشر هو مفعول مسبوء بحرف جر يبقى مفعول مباشر غير مسبوء بحرف جر مفعول غير مباشر مسبوء بحرف جر المفعول غير فيها واللي فيها غير والعكس صحيح يعني تمام فاهم قصدي بص بعرفك إزاي تحفظها وتثبتها معي المفعول المباشر غير مسبوء بحرف جر المفعول غير المباشر مسبوء بحرف جر اللي ما فيهاش غير ما فيهاش حرف جر اللي فيها غير فيها حرف جر فاهمت قصدي يبقى المباشر غير مسبوء ما فيهاش قبله غير المباشر مسبوء فيه قبله حرف جر مثلا هو يتحدث إلى جان جان ده اسمه ولد يبقى عندي هنا الفاعل الفاعل المفعول جان المفعول بتاعي جان مسبوء بحرف جر يبقى إذا النوع المفعول بتاعي مفعول غير مباشر تمام 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 هو بقى بيقول لك مفعول ظرفي مفعول الظرفي ده بيندرك برضو تحت المباشر أو غير المباشر هو بس بيوضح لك إن هو ظرفي إزاي إن هو ممكن يكون ظرف أو مكان ظرف قصدي ظرف مكان أو ظرف زمان إزاي بقى زي مثلا لما قول الفاعل وسينيما وسينيما نوع المفعول ده إيه مسبوء بحرف جر يبقى غير مباشر غير مباشر إزاي عندي مثلا إيل سوليف إيل فاعل سوليف ده الظرف طغ ده كده مفعول المفعول ده في قبل حرف جر مفيش قبل حرف جر الكلمة دي كلمة طغ دي ظرف فإذا الظرف ممكن يكون غير مباشر ممكن يكون مباشر يبقى لأنا عايزاك تعرفوا إن المفعول ممكن يكون مباشر وغير مباشر فيبك بقى من المفعول الظرفي ده ما ملهاش مش مهمة يعني مش مهمة أنت تبقى يعني أنت تقسم في دماغك أن المفعول مباشر وغير مباشر وظرفي الظرفي كده كده بيندرك تحت مباشر أو غير مباشر واضحة يعني ممكن يكون المفعول ده إسم أو ظرف أو صفة والمفعول الإسم أو الظرف أو الصفة ممكن يكون مباشر وغير مباشر لكن خلي بالك الظرف والصفة في الغالب يعني مش عايزة أقول دايماً بس هو في الغالب بيكون مباشر لو كان المفهول ظرفة أو صفة بيكون مباشر غير كده لو كان ظرف مكان بقى بأتكلم عن ظرف مكان فيه ظرف مكان وفيه ظرف عادي ما بيدلش على مكان ولا زمان هو بيوصف تمام اللي هو إحنا بنقول عليه خال تمام تمام يبقى خلاص وصلت اللي أنا عايزة تحفظه عشان ما أكرره الشتيني تمام بيقول إن أنا ممكن أحذف المفعول دون أن يؤثر في معنى الجملة زي ما اتفعنا إحنا مسمينه تكملة يعني مش حاجة أساسية في الجملة الجملة الأساسي بتاعي فيها هو السجي والفير لو حضفت الكمبليمو مش هتأثر في معنى الجملة كمبليمو مجرد إضافة عشان تبقى واضح بالنسبة لك أكتر أنا بتتكلم فيه عايزاك بقى حاجة مهمة دلوقتي لأننا مبتدئين كده تبقى عارف أنواع الجملة إيه؟ الجملة بتاعتي اللي الفيرسان بال بتاعتي في الفرنسي أنواعها إيه؟ الجملة الفرنسية لها تلات أنواع أو النوع جملة خبرية يعني إيه؟ جملة خبرية جملة خبرية يعني أنا بقول لك معلومة أو بقول كلام عادي جملة عادية خالص بقول مثلاً أنا أحب اللونة. دول فرنسية دي معلومة أو كلام عادي كلام العادي ده ممكن يكون مبدوء أو هو مش ممكن هو لازم يكون مبدوء بفاعل وفاعل ويجي بعضه تكملة زي ما اتفقنا التكملة دي ممكن تكون موجودة ممكن لا الأساسي فيها في الجملة الخبرية إنها لازم تكون مبدوءة بفاعل وفاعل الفاعل ده اتفعنا أنه ممكن يكون اسم أو ضمير تمام يبقى الجملة الخبرية هي جملة بتعبر عن معلومة أنا بقولها لك أو إجابة لسؤال أنت سألتهوي فهي برضو في نفس الوقت معلومة تمام تمام الجملة الخبرية دايماً بتنتهي بنقطة تمام تاني نوع للجملة هي الجملة الاستفهمية من معناه جملة استفهمية يعني عبارة عن استفهام استفهام يعني إيه يعني سؤال فالجملة الاستفهمية بتكون لازم يكون فيها أداة استفهام ويكون فيها فاعل وفاعل ممكن ما يكونش فيها فاعل في حالة إن أنا بسأل أصلاً مين اللي عمل الحاجة دي لكن الأساسي في الجملة الاستفهمية إن هي فيها أداة استفهام وفاعل تمام 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 وخلي بالك أنت مش هتسأل عن الفاعل غير بأدتين استفهام بس بقى أدوات الاستفهام لازم يكون فيه فاعل تمام تمام jenigen they can do with gratitude تمام تمام يبقى الجملة الخبرية لازم تنتهي بنقطة الجملة الاستفهامية لازم تنتهي بعلامة استفهام تمام تمام هذه نوع تاني من الجملة الاستفهامية ممكن ما يكونش فيه أداة استفهام بس أنا أعرفولك بعديل بس لازم بيكون فيه علامة استفهام في الآخر تمام يبقى جملة خبرية جملة استفهمية النوع الثالث جملة أمرية يعني إيه جملة أمرية جملة الأمرية دي بقى ليحور حلوة كده لازم نعرفه الحصة الجاية وده اللي هنبدأ بيهن شاء الله في الحصة الجاية قبل ما ما خلص عايزاك تكون عارف حاجة بس جملة خبرية جملة استفهمية جملة أمرية الكلام ده معناه الطريقة اللي أنا بتكلم بيها الصيغة اللي أنا بعبر بيها عن كلامي طريقة كلامي عاملة إزاي طريقة كلامي خبرية بقولك معلومة طريقة كلامي سؤال أنا بسألك سؤال أنت رحت المدرسة النهاردة فأنت رحت المدرسة النهاردة أنت ذهبت إلى المدرسة أنت دفاعل ظهرت دفعل إلى المدرسة ده مفعول هل الجملة دي فيها أداة استفام؟ فيها أداة استفام؟ فيها أداة الاستفام فين أداة الاستفام؟ ما سنت لو أنت رحت المدرسة المرد أو أنت ذاكت يبقى هي ما فيهاش أداة استفام هي لهجة استفامية أيضا أيضا يعني طريقة كلامي بالزبط كده طريقة كلامي استفهمية هو ده اللي أنا عايزة وصلهولك أنواع الجملة يعني الطريقة اللي أنا بعبر بيها عن كلامي طريقتي خبرية بقولك معلومة ولا استفهمية بسألك سؤال ولا أمرية الأمرية دي بقى إن أنا بطلب منك طلب أو بأمرك تعمل حاجة أو بنصحك نصيحة أو أقترح عليك أو أعرض عليك فكرة طمام يبقى الأمرية هي إن أنا أطلب منك طلب زي مثلا أقولك لو سمحت افتح لي الكتاب ده طلب طمام أو ممكن أقولك اعمل الواجب ده أمر أو ممكن أقولك زاكر علشان تنجح دي نصيحة طمام أنا كما ممكن أقولك زاكر لكن أنا بقولك زاكر علشان تنجح فبتلاقي النصيحة الطريقة الفرق في طريقة الكلام طمام اللي كتروح أو الفكرة بقى بقولك يلا نلعب يلا نروح النادي يلا نسافر طمام فبقولك يلا نعمل كذا يعني أنا وإنت نعمل كذا لأننا لو بكلمك أنت أو بقولك يلا سافر يلا زاكر ده كده أمر أو طلب أو نصيحة في المتقص دي طمام ونفهم ده بالتفصيل إن شاء الله المرة الجاية أنت أصلا عايز بس كده سريعا أفهمك أنت بتعمل إفلس وانسي اللي أنت بتعمله أن أنت بتدرس لغة اللغة دي عشان تدرسها هتعرفها إزاي يعني أنت عشان تدرس لغة هتعرف اللغة إزاي أو إلا هيعلمك اللغة أول حاجة لازم يكون معاك فوكابوليغ فوكابوليغ يعني كلمات طيب خلاص أنا الحمد لله معايا فوكابوليغ هعمل بها إيه بقى لازم تعرف قواعد طيب قواعد فأنت بالضبط كده لازم يكون معايا تمام معايا قواعد طيب أعمل إيه بقى يعني أنا عرفت القواعد وعرفت كلمات هتكلم بقى أطلع القواعد دي إزاي أزبطها إزاي في الجملة وحط الكلمات دي ورتبها مع القواعد إزاي فأنت لازم تكون عارف أسلوب الكلام اللي إنت هتتكلم به الحوار بتاعك أو الكلام بتاعك هيتطلع إزاي فتاخد المعلومات دي على هيئة وحدات كل واحدة بيبقى فيها مجموعة كلمات معينة يتكلم معاك يتخل لك كده في موضوع مثلا يقول لك أجزاء الجسم فيبدأ يعرفك إيه هي أجزاء الجسم ويبدأ يعرفك إزاي تتكلم عن أجزاء الجسم ويديك شوية قواعد خاصة بالموضوع ده يعني تعبر إزاي أنا أشعر بقلم في رأسي في رجلي دي قعدة إن أنت تكون جملة وتقول كده دي قعدة إن أنت تعبر التعبير ده وتقول الكلمات دي ده فوكابولاغ تمام تمام فهو هي الوحدات المشية كده فأنت يعني أنا زمان لو كان حد أنا كنت بابعايزة فمحنا ليه بناخد الحاجات دي وأنت بابعايزة استوعب عشان أعرف أزبطها في دماغي صح أعرف أنا بدرس دلي في أمتني تمام 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 إحنا كده خلصنا الحسة بتاعتنا وإن شاء الله هستنى يعني مع مستر عمر هيزبط معاك الموعيد إن شاء الله لو الدنيا تمام وننكمل وهيبلغك تمام تمام يلا au revoir شكرا لكم شكرا لكم